موسيقى بالله كما هو أهله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم سادتي وأحبتي مشاهدي ومتابعي قناة كربلاء الفضائية الموقرة أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه مجدداً أرحب بكم في برنامجكم الأسطورة هذا البرنامج الوثائقي الذي نسلط فيه الضوء على سيرة ومسيرة الراحل الكبير خادم أهل البيت حمزة الزغير الكربلاء في بداية عام 1976 تعرض طيب الله ثراه وأعلى الله مقامه إلى وعكة صحية خطيرة ألمت به جاء هذا المرض الصرطان إلى المرحوم حمزة الزغير الكربلاء دليل على نهاية هذه الرحلة الإعجازية في خدمة سيد الشهداء راجع الكثير من الأطباء في كربلاء إلا أنه لم يعثر على حل لمشكلته سافر إلى بغداد لتلقى العلاج رافقه في هذه الرحلة مكلفاً خادم الإمام الحسين الرادود الحسيني القدير محمد حمزة الكربلاء ورافقه كذلك ولده أحمد حمزة الكربلاء ذهب إلى بغداد من أجل أن يتلقى العلاج شخص الدكتور فائق السام الرائي المرض وأعطاه علاج ناجع ونافع تحسنت حالة الراحل الكبير حمزة الزغير الكربلاء على أثر هذا التحسن سافر إلى سوريا وهناك أيضاً واجهة مشكلة صحية ألمت به جاءوا به إلى الدكتور فقال الدكتور أذهبوا به إلى البيت أن الراحل لن يعيش إلا شهراً واحداً وفعلاً واجه المرحوم حمزة الزغير الكربلاء الموت في 23 شوال 1396 استفاقت كربلاء على نبأ رحيل خادم الإمام الحسين حمزة الزغير الكربلاء وشيع تشييعاً مهيباً شارك به رجالات كربلاء بالرجالات العراق بشكل عام سار ذلك النعش المهيب صغب صحن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه محمولاً على أطراف الأصابع ثم توجهوا به إلى مقام سيدي ومولاي باب الحوائج بالفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه كان الحاضرون جميعاً يرددون شلون ليلة أتواد عحسين العقيلة ثم التفتت الحكومة آنذاك إلى حجم هذه المظاهرة التي خلف جنازة الراحل الكبير حمزة الزغير الكربلاء وكانت هناك اعتقالات كثيرة تدخل كبار القوم في حل هذه الأزمة وسكن الراحل الكبير مثواه الأخير حيث الجنة الحسينية التي جاءت في خدمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه سلام عليه يوم ولد وسلام عليه يوم رحل إلى بارئه وسلام عليه يوم يبعث شافعاً مشفعاً في خدمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه استحق غريت كربلاء أن يلقب بلقب مجدد المدرسة الكربلائية وذلك لتعامله الدقيق مع الأطوار والأوزان كان رحمة الله عليه يتعامل مع الأطوار والأوزان تعاملاً فطرياً ذكياً ثم لصدقي نواياه ونوايا الشاعر الكبير طيب الله ثراه كاظم المنظور الكربلائي جعل المدرسة الكربلائية في الصدارة كانت هذه الميزة في سيرة ومسيرة المرحوم حمزة الزغير الكربلائي علامة فارقة في خدمته لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هو والمنظور كأنما تعاهد على أن تخرج القصيدة الحسينية إلى الساحة الحسينية بعيدة كل البعد عن الانحراف العقائدي وبعيدة كل البعد عن الخروج عن المألوف وبذلك تصدرت كربلاء الساحة الحسينية في ذلك الزمن الخالد التليد الحجي الاسم الثلاثي حمزة عبود اسماعيل السعدي ولادة باب الطاق لقبه بحمزة الزغير لأسباب ترعر على منبر الحسين مارسه هواي مهن آخر شيء وهي المكوات أهالي كربلاء أو أغلب العراقيين يعرفون أوتج عدة مهان اشتغل بها الرجل فآخر مهنة هي المكوات الحجي ما يصير عدة ولد الحجي مسبقا بأيام شبابه كان يقرأ لأهالي البصرة موكب عزاء القصابين ولأهالي السماوة موكب عزاء صوب الصغير للمرحوم الحاج باقر فالحجي ما يصير عدة ولد فأول ما اجيت للدنياني كان يقرأ بالسماوة فهدالهم راية قالهم هاي الراية تبقى مدى الحياة بموكب موكبكم موكب أهالي السماوة صوب الصغير فهاي قصة الراية لكود أننا جيت للدنيا الحجي كان أم نيته يروح البيتة الله خمس مرات في ذاك الزمان كان الطائرات ماك وكله سيارات وحملة دارية فما عنده يروح البيتة الله فإيجاه الشخص راح إلى دار حقه قال له حجي تطلع الميز مالك تكوي بالشارع وآني هذا المحل مالك بساحة الإمام علي أسوي مكتب يعني حملة دارية المدة شهر عشرين يوم فأخذك ببلاش البيتة الله فكيف الحجي طلع الميز ماله على الرصيف مدة عشرين يوم في أشيات الكروة باكل وقت ثلاثين دينار حجي ما عنده ثلاثين دينار فقام يكوي على الرصيف ويسوي النرقيلة هو بيدة ما يسويها بالقهوة يسوي النرقيلة على الرصيف ويشرب النرقيلة على الرصيف الآن خلصت العشرين يوم قام هذا بالحملة دار الرجال والدار بيتة الله مستحيل الحجي يطلب فلوس بخدمته باعب لله مستحيل وأغلب الإقرايات ببلاش يقرالهم مثلا عزباب الخان كان حجي علي تكموشي الله يرحمه يقرالهم كل خميس بالعباس وعشر تيامه بمحرم شيل لعشرين دينار يطي وأذكر فالحدث صار عندي الحجي من راح البيتة الله شاء القدر حجي علي التكموشي هم راح البيتة الله فالحجي ما عنده قال له ابويا حجي علي يطيني فالدينارين عاده ودي سوغي لطفالي وقتح نعود من أقرالك يطح مثلا عزباب السلال ما يشيلوا لخمسطع عج دينار ويطو البلوش يطو 12 دينار الحجي ما يتعامل مو الهدف مادة الهدف خدمة أبا عبد الله كرس حياته وعمره وفناها من أجل خدمة الحسين بيت ما عنده الرجل راح توياله الرضا كان عمره بحدود اللي ثمان سنوات ست سنوات قرأ بالرضا وسافرت ويا وقرأت للدقات فارسي وعربي نظر يا حلي ما بالرضا بالنسبة لحجي كاظم منذور وعمي مهدي الأموية الله يرحمهم كانوا روح وحدة بمعنى الكلمة بطيبة وأخلاق وتواضع وما يسيح لهم خوية لو أبوية لو فلانا كل يسيح لهم بوية الحجي مهدي الأموي والحاجي كاظم منذور ومن يفوتون باب المحل وهو قاعد ايش ربنا رقيله يقوم على طوله يقولهم هل أبوية أخوة كانوا عضد واحد حجي عمري ما شفتاني فديوم لزم قصيدة بالبيت وقراها يجي حجي كاظم منذور وحجي مهدي الأموي يطول قصيدة بباب المحل ويدندنون بذن ويرحون بس يطول وزن أنا شتة شوفه أثناء اليكوي بالمحل يحط النرقيلة بحلقة وهو يكوي ويدندن وحده حتى ما ينسى الوزن والقصيدة هو مني طهياء هو رجل أمي ما يعرف يقرأ خطهم يوديها الحجي مهدي اللي مطرشي حجي رضي زين ويكتب الهياء بخطه ويرجع الهياء فمن يقعد الحجي بس مجرد حاطها قبالي يدندن بس يحفظ وزن بالنسبة لحجي مهدي وحجي كاظم باقي الشعراء ومثل كاظم السلامي الله الرحمن باقي الشعراء مثل سعيد الهير عبد علي الخاشي سامي الخفاجي يقعدون بباب المحل يدندنون بإذنه تقريب في الساعة لأن دولة مو مثل حجي مهدي ومثل حجي كاظم من دولة حجي محمد رضي اللي مطرشي عنده كابو عامر هواي عدة أصدقاء والتعامل بطيبة وبأخلاق وحجي مهدي وحجي كاظم مو معتبرهم يعني كشعراء دولة بالنسبة له يعني كعضد واحد جسد واحد بداياته هو مؤلد واحد وعشرين اللي جت سمع منه قال بابا أنا صعدت على المنبر سنة 1937 صعد المنبر سنة 1937 باب السلالمة بيت المرحوم مشعل كفيل عز باب السلالمة فهي موجودة هي بالتسجيلات ثلاث مرات أربع عيد الوزن إلى أن يجي حجي رسول الله يطيص صحة والعافية هو وع المنبر دندا بذنه رأسا قال لي هذا الوزن يعني بعده بالبيت أول كلامين يقرأ يقول لا مو هذا يعيده فهي ثلاث مرات حجي رسول يجي يدندن بذنه يقول لي بوي هذا هسا موجود بالتيب هذا الحدث وبذاك الوقت حجي رسول بعده شاب ما استنكف الحجي ما استنكف ليش؟ لأنه يعتبره مثابة ابنه طيب الحجي سواء بالبيت سواء خارج البيت ويا العالم قمة الطيبة والأخلاق وعني هسا اللي شتة حس به هو أمي هو أبويه لأنه طرع رعته بحضنة والله للطرافة يعني لأنه أنا رايح ويا الحجي لرده من شتة صغير خمس مرات الحجي مني يروح معتبرني حمال بيمن حمال مسوي عده فجنطة بذاك الوقت يسموها عليجة فأشيل النرقيلة وين ما أروح الحجي طبيعته ما يشربه بالنرقيلة إلا بالنرقيلته وين ما يروح يأخذ هوية للرضى للسامرة يعني لو سألون هسا حجي أموري الأموي أخويه تشبير يقول لكم هذا الحجي جاي حجي صحي وين ما يروح هاي النرقيلة فأحد الأيام ويا أصدقاء رايحين قاموا لفوله يا بالتيب وعمروه لي أنا القمشي ببطنك وسبرينك صلحوا لي قالت فضل حجي فهذا الموقف اللي أذكره فاشبعت بسط بالإعقال من السبب النرقيلة بالنسبة الحجي بعيد عن دنيه لأنه مأمنين منه يسلك طريق الحسين ما يسلك أي طريق فمأمنين منه مرة مرتين دزوا عليه ومنعه قال صار صار آخر عاش ورين طلع بيه للبحرين وأمير البحرين اجي بالمجلس مالي قال له يوبا تجيب عيالك وتجي هنا بالعرق بالبحرين احطك فوق خشمي تستلمور قصور وراتب وتعيش هنا قال له هاي هات أنا عوف الحسين بس أنا مضطر بهاي السنتين اجيت للبحرين لكودا منعت عن طريق العمل ختاما لبرنامج الأسطورة نضع هذا الجهد المبارك بين أيدي مولانا وولي نعمتنا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولسان الحال يقول يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا أن الله يجزي المتصدقين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى خدام الحسين المخلصين أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وعلى أولاد الإيمان وعلى أولاد Cafarnia يت курسين وعلى سامر وعلى أولاد حسين وهناك وعلى أولاد إن نفسها وإنبات الله و 보여�جل وآله أعلى أصحاب الحسين فهذر أولاد حlü اشتركوا في القناة